اشتركوا في القناة من برنامج قرأت لكم هذه الحلقة هي الجزء الثاني من حلقة ضيف الشهر ايضا نرحب بك الاستاذة نهاد الحايك شكرا نست اقبال يا اهلا طبعا في الجزء الاول تكلمنا عن مسيرة ومسار الكاتبة كانسانة وكصحفية ولكن في هذا الجزء نغوص في كتاباتها في دواوينها اهلا وسهلا من جديد شكرا ست اقبال يا اهلا طبعا سنبدأ بديوان اعترافات جامحة صادر عام 2015 عن دار سائر المشرق فيه مقدمة للدكتور جورج زيك الحاج لوحة الغلاف وطبعا اللوحات الداخلية للفنانة جاكلين جميل جبر هو يضم حوالي اربعين قصيدة ست نهاد طبعا الكتاب مؤثر ومعبر فيه مقدمة كأنها اعتراف وقد قرأت قصيدة رحبة كأنها تختصر تجربتك في الكتابة لو نقرأ قصيدة اخرى من الاعترافات جامحة انت تختارينها كي يستمتع المشاهد بالقطعة اخرى ونبدأ الحديث انت تختارين كما تشير فيه اربع اقسام نعم بالكتاب فيه قسم بيحكي عن الغربة وعليقتي بالوطن قسم بيحكي عن الحب قسم عن الكتابة بحد ذاتها والتاني عن امور تانية بالحياة فأي موضوع بتحبي اختاري من هالمواضيع الاربعة خلينا نختار من القسم الاول قسم الاول قسم الاول يعبر فعلا عن هاي دي سميتها ضباب نعم وفيه اوقات يعني لاقي حالي مش عارفي انا وين انا او بنيويورك او بواشنطن لاقي حالي مش عارفي انا وين طبا يحل الشفق على نيويورك فيتساقط على القلب ليل شاسع وترتجف الذاكرة كأنني هجرتني بلادي مش انا هجرتك كأنه هي هجرتني يبزغ الفجر في نيويورك فيزور البال حلم ضائع وتنطفد الذاكرة اين انا كأنني حلمت بي بلادي اشق الارصفة كجدول يبحث عن نبعه عبر منعرجات حالك واهيم في عالم يمتد كمرآة حافلة بما لا يلمس كأنني اضاعتني بلادي ابحث على الوجوه عن علامة واخفي نارا اسمها وطن او جرح مفتوح سؤال مشرد في صحراء الروح كأنني لا شفاء لي من بلادي وبتكمل يعني مرحبا طبعا شكرا رائعة انا لاحظت ايضا في الكتاب اعترافات جامحة فيه فعلا جموح فيه رفض فيه ثورة يعني كأن الإنسان فيه يعبر عن كل عواطفه ومشاعره ورافضا او قابلا فرحا او حزنا ما رأيك؟ اكيد قراءة صائبة اكيد اللي عم تقولي حضرتك يعني كأنه جسدت فيه فلسفتك في الحياة انا بفرح تير لما اي قارئة بيستعملوا كلمة فلسفة لأنه بحس كل كتاباتي فيها بعض فلسفة وانا رأيي شخصي بالشعر اذا ما فيه بعض فلسفة ما بيكون شامل لفكر الانسان الانسان مش بس عواطف الانسان فكر وعاطفة فانا بحب امزج دايما هالشغلتين ونظرا لخلفيت الفلسفية لأني انا دارسة فلسفة فغسبا عني مش كمان بيقرار مني غسبا عني الفلسفة منها لحالة تجي مدموجة بكتاباتي دايما 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 فلسفة فلسفتك في الحياة يعني حين نقرأ نستشف تقريبا هدا بيسعدني اكيد هدا بيسعدني وبفرح كتير انه وصل اللي انا وصلة الرزالة هلا على قصة الجامحة والاعترافات واحد بيفكر اعترافات من منظور المسيحة انه عم بيعترف بخطيئة ولا شي لا اي شي هي كتابة الاعترافية موجودة بالأدب اللي بتحكي عن مكنوناتك بتحكي عن افكارك بتحكي عن كل شي جواتك تعبير طف افساع غير عن الكتابة اللي هي خارجية اللي بتحكي فيها عن الآخرين وهي الأصدق طاغي على هيدا الكتاب هيدا الشي بينما الكتاب التاني فيها قضايا خارجية أكتر فكأنه مثل ما حضرتك قلت بالهيدا كنت حبلة بهيدا الاشياء وولدتها وولدتها وهلأ عم بطلع لمرحلتين تطلع إلى المراحل أكثر نضوجا في هذه المرحلة مرحلة الصدق والتعبير عن كل المشاعر بكل أوجه هلأ الجموح جاي من أنه هلأ إنسان لما يحكي عن حاله مش بالضروري يكون عم يحكي عن حاله بس لأنه بتنصهر بالشاعر وبالإنسان عامة روافد كتير عديدة تجربته أحلامه خيباته تجربة اللي حوالي تأثره أوقات تتأثري بكتاب تتأثري بفيلم سينما بتتأثري بموسيقى بمشهد طبيعي بتتأثري بمعاناة غيري كلها هايدي شبهها تشبيه مش كتير حلو طبخة عندي كيها إنجريديون مثل ما بيقولون ملتنج بوت الإشياء اللي بدك هايدي كلها بتنصهر وبتغلي وبتغلي بتغلي وبعدين بيطلع انتاج يلي هو انتاجي سعي سعي أنا شعرت أيضا في قصائد الحب فيها كثير من الرقي حتى الصوفية يعني وفيها شجن كمان عجبتيني مرة تانية وأكتر من مرة تانية مش إنه انت ما بتعجبيني بالعكس أنا كتير معجبة فيك وبقدري ككاتبة وكعديبة وكإعلامية وهيدا البرنامج كان لازم أذكر هالشي كتير بحترمك وبحترم القناة إنه مخصصة برنامج من هيدا النوع طبعا فش كنا عم نقول عم نقول صوفية إنه فيها صوفية فيها رقي وفيها شجن عجبتني كلمة صوفية لأن أنا بحس حالي إنه عندي طرف صوفي بهذا 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 المشاعر هيدا إن كان بيعلقتي مع الله أولا كان بيعلقتي مع الإنسان يعني هيدا صحيح صحيحة موجودة يعني يتخطى الحب مثلا كما يقولون الحب الأرضي إلى حب أعلى وأكبر وأنقى صح طبعا بينطلق الإنسان في ناقد دكتور أنتوان قنسطنطين كتب عني إنه الرجل اللي عم تحكي عنه لابد ما يكون موجود بالواقع لكن عطته نهاد أبعاد يعني غير واقعية لقربته من مصاف الآلهة فأنا مع وصعب وجوده صعب وجوده فبينطلق الإنسان من مثلا شعور معين أكيد هالشعور بيوحيله إنه إذا ما فيه شعور من أصله ما بيقدر يوصل للصوفية أو لل... قطعة صغيرة عن الحب أيضا هيك نعطي فكرة للمشاهد من هيدا الكتاب ايه وننتقل بعدها للكتاب الثاني اللي هو عناقيد الذئبق كتاب الديوان الجديد رح أقول وحده هيك فيها غنائية وسهلة الوصول طب عنوين رجل واحد كلمة واحدة وليصمت الكون نظرة واحدة ولينتفي اللون نبضة واحدة وليسكت القلب خطوة واحدة ولتنتهي الدرب صلاة واحدة وليأفل الإيمان عناق واحد ولتذب للأغصان كبلة واحدة وليسافر القمر رجل واحد وليهاجر البشر حلو 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 جميل ننتقل أصدقائي مع الشاعرة نوهاد الحيك إلى ديوانها الثاني عناقيد الذئبق وهو صادر حديثا طبعا فيه آراء كتبت فيها أيضا فيه مقابلات وفيه أيضا قصائد حب وقصائد عن الغربة وسنتكلم عنه بالتفصيل وطبعا فيه آراء قيلت فيك ما هو أحلى قول أو مقولة قيلت فيك أنت هايك بصير بدي يزاعي للناس هاو دي اللي حطتهم بالكتاب الثاني اللي هو عناقيد الذئبق هي الأقوى أو جزء المقالات كتبت عن الكتاب السابق هي كتابتك على الحال تاني هي كتابتي ما فيني يعني ما علش يمكن ما فيني أختار أحسن ما حدا يزعل مني بس بس تلخيصا تلخيصا لاختيارا محددا تلخيصا يعني مثلا هلأ أحبات أحباتي كلمة صوفية الحب مثلا فيه أكتر من شخص جيبوا سيرة القصة الصوفية وجيبوا سيرة الأبعيد الفلسفية مطرح ما فتحت الصفحة ما رح أقول أني أنا أستاذ أستاذ أنتوان ياسبك لهو أستاذ فلسفي وناقد أدبي من يقرأ اعترافات جامحة ينتقل بطرفة عين إلى قصر أسطوري فيه مئات الغرف حالو قصائدها لوحة حية للوجود يتعطر جوها بمشهديات متافيزيقية حادة تشبه مناخات سفر الرؤية ووقفات الشعراء الذين يستنهدون أمة بحالها حالو يعني رأي أنا فعلا ممنونت على هذا الرأي والأستاذ أنتوان فجأني أنه كتب مئيل يعني مش أنه من طبعا بعد الخراء مش أنا طلبت منه يعني نعم القصيدة الأولى أسئلة تائهة فيها الكثير من نفس الديوان الأول مع أنه مضى خمس سنوات على الفرق بينتهم يعني الأسئلة ما زالت أسئلة لم تجد أجوبة هذه ولا الأسئلة بتخلص ولا الأجوبة بتشفي نعم على طول الأجوبة ممكن تولد أسئلة تانية وهلوم مجرد هلوم مجرد خاصة بالعالم اللي عم نعيشه اليوم عالم مش بس في أسئلة في صرخات في غضب إنه طيب لاي عم بيصير كل هالإشياء اللي عم بتصير بهالدنيا مش معقول يعني صرنا بالقر الواحدة وعشرين وخاصة هالمنطقة بالذات من العالم بعدها عم بتشهد اللي عم بتشهدوه من مقاسة ومن فضاعات هايدي الأسئلة بتختصر اللي حواليه إنه أنا عم بكتب أوكي كيف إدي أكتب أنا وكل هالإشياء اللي عم بتصير حواليه عم بتصير لو نقرأ شوي منا من أنا هي صفحة 19 هايدي الأسئلة التاهئة إيها ولا من أنا بديك لا من أنا كمان من الأسئلة التاهئة إذا بتحبيت أسئلة التاهئة شوي لأنه حكينا عنه وبعدين من أنا بموضوع نعم كيف أتنفس وفي رئتي يسكن صراخ المتألمين وفي أحلامي يصدح صمت المذبوحين ماذا أقول ومرارة الأفواه المكمومة ملء فمي وما سوى بحبر الألم يقتر قلمي كيف أكتب وامرأة قتلها زوجها تعيش فيها وإلى أمعاء طفل خاوية يتسلل خجلي وبين أنقاض المنازل يتجول همي كطير تائه إلى آخره نعم نعم أنه طبعا تعبر عن أنه الإنسان خاصة الإنسان اليوم على الظروف اللي بعيشها عم تكون ضغطة جدا وعم تولد كما قلت أسئلة تستدر أسئلة هلأ هلأ من أنا هي طبعا عن إمرأة معاناة الإمرأة لأنه فيه أيضا الكتاب كثير من المعاناة ومن أنا هي تعبير عن المرأة ومعاناة مرأة في الشرق ما رأيك يعني بال مع الأسف المرأة في الشرق ببعض المجتمعات حققت بعض التقدم عم تستحصل على بعض حقوقها لكن وعم بتقدر تتوصل لأنه الدولة سن قوانين تزيل الإشحاف بحق المرأة وتعطيها حقوقها كإنسانة ولكن الفرق بين القانون والتطبيق بعده بعيد بعيد فمن شان هيك النضال بعده طويل بعده طويل للأسف للأسف في عدة عوامل يعني نضال مئة سنة وبعدنا يعني مفروض يكون الوضع غير صح فلو نقرأ من أنا سمحيلي زيد بس كلمة على وضع المرأة يعني مفروض لبنان هو أكتر شي تكون المرأة متقادة يعني نايلة حقوقها وعندها الحرية أو عندها المساواة مفروض من حيث المبدأ لكن لا نحن اخدين الحرية بشكلها السطحي يعني لما تكون المرأة هلقدي بلبنان واسطة لايمنى بعدها بالسياسة ليش منى بالوزارة ليش منى بالنيابة إلا إذا كانت أخت فلان أو أم فلان أو زوجة أو أرملت فلان مع احترامة لهودي السيدات لكن عنا لازم يكون موجود لحضور المرأة ناقص كتير بالقرار في سلطة القرار والأهم أن المرأة لا تستطيع أن مثلا تعتني أو تكون الوصاية لها على أولادها يعني اخدينا أنه حرية المال بس وحرية الخروج هاي مظاهر أوكي ماشي بس هاي بي مظاهر الحقوق الحقيقية بعدنا كتير بعيد عنها طبعا المحيط حوالنا كله عنده حقوق أكتر وبعدنا مجتمع ذكوري بإمتياز بإمتياز وبعد المرأة وبزيادة وأكتر بيقتلها زوجة أو بيعنفها أو حدا من عائلتها يعني مقساة حقيقة مقساة من أنا؟ نحن هلأ على محطة مريم ونصيرة المريم لمحطة فمن أنا؟ تفضلي من أنا؟ مش أنا شخصيا من أنا؟ المرأة المرأة العربية بشكل عام هي طويلة بس رح اختار كم مقطع امرأة أنا للشمس وجهي مشرع لكني بإرث من الظلم حبلة سفر التاريخ من أحشائي طالع فكيف أرادوني على ثغر التاريخ مجرد قبلة لست الإبنة الخاضعة ولا الأخت الطائعة لست الزوجة الخانعة ولا الأمة القانعة كنه الحياة أنا لا ضلعها من ينابيع تترقرق كينونة البشر حناني يخصب الصحاري ولما أزل إلى العدالة جائعة لست جمالاً لذيذاً يذكر ما دام جمالاً أخرس لست خيالاً طليقاً يخطر في بال الرجال وفي معنى الأنوثة يؤسر لست تمثالاً لست تمثالاً بأصابع الشهوة يلمس وبغضة ذكورة يكسر يعني المرأة كلما أزهرت ما فتنا أعرفت أنا المرأة أعجنت بماء الحقيقة وملح الألم أنا الرفيقة وحضوري ليس مقصوراً على الجسد أرسم طريقي بعقلي بيدي أحفره وقراري لن يصادره أحد حلوة جميلة جداً طبعاً طويلة ولكن معبرة جداً حتى في الديوان الثاني أيضاً فيه معاناة الغربة فيه لسعة مرارة ولكن مرارة محببة كأنه كما يقال أن الشعر وقوس قزاح لا ينتصب إلا فوق سطح سطح معتم صحيح ما رأيك؟ كيف تقيمين هيك جو الكتابك أكيد يعني وصفتي الحالة اللي أنا ذكرتها أنه بقرأ أوقات بفاجئ نفسي أني أنا عم بتمتعة يعني عم بشوف خوس قزاح من كتابات مأساوية يعني طريق التعبير الكاتب عن الحالة الصعبة أو الحالة اللي بتقهر طريقة كتابته هي متعة هي اللي بتخلينا ساعتها من نكون عم نقدر الأدب عم نقدر الشعر وعم نوعى على واقع معين مشحف أو واقع مؤلم أو مؤسف بيخدنا من بشاعة الحاضر إلى روعة الأدب والإبداع صحيح يعني يؤسفنا أنه الوقت انتهى كمين تقول لي المخرجة طبعا سعدنا بلقائك وسعدنا بقراءة دووينك شعر أستاذة نهاد الحيك كلمة أخيرة قبل أن نودع وننهي هل هناك؟ بدي أثني على طريقتك بالحوار وأثني كمين على جديتك بالتعامل مع الكتاب بشكل عام وبشكر مساعيك عم بتقرب الناس من الكتب من دون ما تقرأ لعله وعسى تصيبهم عدوى القراءة نارينا وقراءتك لكتابات عميئة وأصبت نقاط كثير شكرا كلك زوء أهلا وسهلا فيك إن شاء الله بكون لنا لقاءات أخرى أصدقائي إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قرأت لكم أرجو لكم قراءات ممتعة ومفيدة حتى اللقاء الآخر معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة